طيب أنا بس عند السؤال هو في القانون الدولي وفي المجتمع الدولي هو بيحذر عشان هيضرب مستشفى يعني هو مش مكسوف هو بيقولها على العلن يعني التحذير عن إيه رايح أضرب أنا حكومة إسرائيل هو رايح أضرب مستشفى فيها مرضى والتحذير علني يعني جرائم عمدية لقتل الأطفال والنساء المرضى مع صفق الإصرار بأسلوب به من البجاحة اللي ما حصلتش في تاريخ البشرية ده مستشفى المعمداني لسه من كم يوم 17 أكتوب واضح أن احنا هنشوف السيناريو ده تاني يعني زي ما بقول لحضراتكم ليس لها من دون الله كاشفة يعني مسلسلات الظلم مازالت مستمرة يعني برضو أنا مش عايز موضوع أزمة غزة دي يعدي من غير دروس مستفادة من غير دروس أحطها أنا في العواصم العربية كلها أحطها كده عشان أعرف العالم دي وقت الأزمة بتشتغل ازاي وزيرة داخلية ألمانيا دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر يوم الجمعة إلى ترحيل داعمي ركز في الألفاظ داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد طالما كان ذلك ممكنة هنا بقى عشان هيبقى فيه خطابات متعددة ألمانيا بلد محترمة ورقية وعلى فكرة يعني من أحدث وأكثر النظم القضائية احتراما في العالم النظام الألماني أنا اشتغلت قانون في ألمانيا وترفعت في محاكم في ألمانيا لا من أعظم المحاكم اللي ممكن تشتغل فيها تفوق فرنسا طيب قالت إيه بقى؟ قالت ندعو لترحيل داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد طالما كان ذلك ممكنة خد بقى جملة جملة ترحيل يعني عنده إقامة ما عندهش إقامة يمشي يبقى موضوع الإقامة دا كد موضوع الإقامة دا إيه؟ كد مع إن في قانون الإقامة الأوروبية إن الدولة الأوروبية وخاصة ألمانيا بقى ألمانيا دي اللي بيتدرب بها المثال في الالتزام في أوروبا يعني مثلا إيه؟ لما يكون موجود في بلجيكا يعني بلجيكا عكش واحترمنا طبعا الناس في بلجيكا الناس محترمة جدا لكن يعني إيه؟ لما يكون في بلجيكا ممكن تدرب المثال على الالتزام على ألمانيا أما يكون في فرنسا تدرب الالتزام على ألمانيا هي مثال كل حاجة يعني بيرفكت فوق ما تتخيل فبتقول ايه بقى او القواعد في المانيا بتقول ايه انا لما المانيا تمنح اقامة لحد في كده سلسلة من الاوراق بيمضيها انه المانيا بتحميك وبتعملك وعندك نظام صحي وعندك وعندك وحق المش عارف ايه وحق ايه وحق ايه زي ما انت عايز ده هم بيحموا اللي لمواغزة وما بيحموش الناس اللي بتموت طيب فقال الترحيل داعم الفصائل الفلسطينية يبقى هنا نتحدث عن نوع الدعم بوست على الفيسبوك ايه دعا لهم في الصلاة الف سره هنا بقى التقدير هيعود الى السلطات الالمانية الفصائل الفلسطينية ها هندخل بقى في فكرة ما هي الفصائل الفلسطينية فانت كتبت ايه اللهم احفظ فلسطين واهلها حاسب ايه اهلها فيهم حماس اقبضوا عليه رحلوه ايه ده هندخل في كده في اوروبا اوروبا اللي اتكشفت اوروبا اللي هاريتنا حقوق انسان وحقوق مش اوروبا اللي طلعت مقلب وقت الجد ما فيش مصالح يبقى بتقول لك ايه وزير وزير الداخلية المانيا الى ترحيل داعم الفصائل الفلسطينية من البلاد طالما كان ذلك ممكن وقالت انه يجب ترحيل داعم الفصائل الفلسطينية وان السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين حضرتك بتتكلمي عن مهاجم ميداني واحد هيدرب حاجة في ميونخ مثلا لا رحليه طبعا وقبضي عليه ونفزه عليه الخانون بس واحد متعاطف مع اهله واحد كتب على الفيسبوك انه ارحمه فلسطين تروح انت يقول له ايه اصل فلسطين دي تعني حماس ارحل ارجوكم حطوا معيار يا جماع تاهت الحقائق عند الاوروبيين تاهت الحقائق واختلطت واعتقد ان هذا الاختلاط متعمد في شعب فلسطيني عايش وتاني دي مش هتكون الاخيرة دي مش هتكون الاخيرة وهننتظر كتير وهيبقى فيه كتير اه بهذا الشكل و ما تنتظرش من حد يجيب لك حقك ما تنتظرش من حد اه يقف معاك هو ادراعك اللي يجيب لك حقك غير كده الصورة واضحت امامكم كل بقى بلد يلم على حاجته ويلم على ناسه وينامي قدراته ويعرف ان وقت الجد مش كل الناس معاك وانت قادر تتصرف وتعمل وتحافظ على بلدك وتحافظ على امنك وتحافظ على مستشفياتك وتحافظ على السوبر ماركت وتحافظ على الطريق وتحافظ على الشارع وتحافظ على كل حاجة اللي بيروح ما بيرجعش اشتركوا في القناة